الآن ينضم إلينا من غزة سيد عماد محسن المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي داخل حركة فتح سيد محسن أهلا بك معنا في هذه التغطية وحمد لله على سلامتكم وسلامة أهالي قطاع غزة في هذه اللحظات بداية ما موقفكم مما يجري في القطاع وهذا التصعيد المستمر والمتواصل من قبل إسرائيل موقفنا في تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح وفي الواقع في كل فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة وعموم الرأي العام للسلسطيني أن هذا عدوان غاشم عدوان غادر بدأ باغتيال غادر لقيادات ولأبصار ولنساء في قطاع غزة دون سادق انظار وبطريقة فجر ثم تنجح إسرائيل بأنهم يستطعون أن يبطشوا بسكان القطاع في الوقت الذي يشعون ويحددهم الساعة التي يبدأون فيها عدوانا أو ينهونه ثم أنه المعنويات عالية للغاية في قطاع غزة والناس كلها على قلب رجل واحد في دعم وتعزيز صمود الشباب الفلسطيني الذي يواجه بهذه الأثناء هذا العدوان الغاشم على قطاع الحبيب وعلى جزء عزيز من الأرض الفلسطينية الموقف هو أننا نعرف جميعا أن نسانياه يحاول أن يصدر أزماته الداخلية ومشاكل حكومته سواء مع المعارضة أو الرأي العام أو مع الأطر القانونية في إسرائيل على حساب الدم الفلسطيني وحساب البيوت الفلسطينية والمدن والقرى والمخيمات وهذا ما لن يسلح به الفلسطينيون تحت أي ضرط من الضوء سيد محسن مع بداية هذا التصعيد كان هناك حديث فقط عن غرفة مشتركة هي التي تنسق العمل ميدانيا أنتم كجزء من فسيفساء السياسة في الأراضي الفلسطينية كيف تنسقون المواقف مع التنظيمات الأخرى من أجل ردع إسرائيل ومواجهة هذه الغطرسة الإسرائيلية كما أطلقت عليها فلسطينيا كما هو معروف أن لكل فصيل وطني فلسطيني إطار كامل للعلاقات الوطنية هذا الإطار يشبه وزارة الخارجية أو دبلوماسية التعامل مع الآخر الفلسطيني مع الشريك الفلسطيني موجود على الأرض وهي مساحة وفضاء يمكن خلاله تبادل وجهة النظر والأراء والمواقف وتبنيه وضلورتها هذا من جانب من جانب آخر تقريبا كل الإعلاميين الفلسطينيين وكل الفلسطينيين يشتركون في مجموعات إخبارية لتثبيت الرواية وتعزيز قوة هذه الرواية وتعزيز الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي وتمرير الرواية الحقيقية الصادقة والموضوعية إلى وسائل الإعلام المختلفة بلغاة العالم على انتباد مساحة هذا الكون الشاسع في جوار ذلك هناك جهد يومي لبلورة وتطوير مواقف مرتضفة أساسا باتجاهات الرأي العام الفلسطيني وبالحضور الميدانة على الأرض وبالأوضاع التي يقص عليها المقاومون سيد عماد محسن في تاريخ الصلاح الديموقراطي في هذا التصعيد تحديدا مع الحاجة الملحة والماسة لدعم أهالي القطاع وتعزيز صمود الناس وقفتم في محطات كثيرة بجانب المواطنين في القطاع اليوم كيف تقفون بجانب الأهالي هناك؟ كما تعلمون جهود كيان الصلاح الديموقراطي تنصب عادة في ثلاثة مسارة المسار الأول وهو جهد حسيس يقود قائد كيان الصلاح الديموقراطي تحاكد فتح القائد والمناطر الوطني محمد دحلان ورفاقه الذين يسلون الليل بالنهار ويسلون كل جهد ممكن لجهة حقم شعبنا من جهة ومن جهة ثانية إسنادهم وتعزيز صمودهم المسار الثاني هو المسار الشعبي الجماهيري بما في ذلك ومنظومة إعلام التيار الحاضرة بقوة في هذا المشهد اتنادا وتعزيزا للرأي العام والمقاومين الذين يدافعون عن كرامة شعبهم وعن حرية وطنهم المسار الثالث هو المسار الميداني الذي يعمل فيه بكد وكثير من الجهد شباب التيار الميدانيين جنبا إلى جنب وفصا واحدا بجوال كل رفاقهم من شتى ألوان الطيب السياسي الفلسطيني في مواجهة هذا العدوان الغاشر أشكرك جزيل الشكر عماد محسن المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطية داخل حركة فتح كنت معنا عبر الهاتف من غزة